ونرجع مرة تانية مشاهدين هارك سعيد وقولة فقراتنا دكتور إيمان جمال الدين وهي استشارة الصحة النفسية بجامعة عين شمس هنالكلم نهاردة عن كيف تكتاز الأسرة المصرية فترة الامتحنات والتي تتبعنا بنسميها شبح كل سنة وعايزين نقول كمان أنه يعني يحرم برضو الأولاد بيبقى عندهم هما كمان ضغطة نفسي ولازم نحترموا ولازم نحتويهم ونقدم لهم أو نهيأ لهم الجو أو المناخ لقدروا فيه يخرجوا مشاعرهم ويقدروا كمان هما يعني يحصلوا أكبر كام من المعلومات والمناهج وحاجات كتير قوي طبعا إحنا النهاردة هنتكلم في إزاي ممكن الأسرة تعمل ده لأن هي كمان بيكون عندها ضغط نفسي كبير قوي نفسها أولادها يحصلوا أكبر قدر من الإمكان في المناهج بتاعتهم فإزاي ممكن الأولاد والأسرة تكتاز المرحلة دي بنجاح خليل نهاردة ناخد رشادة من دكتور إيمان ونشوف إن شاء الله نقدر نحققها وكل أولادنا إن شاء الله سنة دي يقدموا امتحنات عظيمة وكويسة بإذن الله صباح خيال دكتور إيمان صباح النورية وحشان جديد أنت أكيد أكتر كتير دكتور إيمان شبح كل سنة هي الامتحنات ودائما خليل أسرة يتخش من البيب تعرفي على طول لأنه فيه عندهم أولاد فيه ناس بيمتحنوا جوه البيت أي الشبح اللي بيكلموا عليه بتاع كل سنة دا والله يشوفي إحنا بس اعتدنا الفترة دي من أيام الشاهدات وخصوصا السنوية العامة إنه لما بيبقى فيه امتحنات الدنيا بتبقى طوارئ في البيت المفترض إن الامتحان ده تقييم للطالب لفترة هو الضحب في الدراسة لازم تتخذ على الهادي خالص بمعنى إن إحنا لما بنوطر البيت قوي الدنيا بتبقى كمان مجدودة عليه هو هو حاسس إنه هو داخل لازم يعني يبين هو قدقيت حشى دماغه هي الدنيا مش ماشية كده يعني إحنا بنحاول نقولها خصوصا إن إحنا دلوقتي في نوصل الامتحانات الامتحانات ابتدت شوية من فترة تقريبا الولاد كمان بتبقى زي ما قلت في البداية ضغط كتير عليها بمعنى إنه مش الأسرة بس الأسرة مضغوطة تبعا للمصاريف والدروس اللي اتدفعت لازم نكون صرحة مع بعض إنه دروس اتدفعت كتير جدا فهم عايزين العائد ده درجات الولاد حاسة بالقلق برضو فالدنيا لازم تمشي في إن إحنا شوية شوية من خلال الإعلام شوية شوية من خلال باقي وسائل الميديا بنحاول نبس إن دي تقييم لمرحلة دراسة كانت لمدة شهرين ونص وإن إحنا زي الاختبارات الشهرية بس دي عندنا الجزئية اللي بنمتحن فيها بتبقى أكتر شوية بنبقى محتاجين نضغط على الأهالي شوية كمان إن الدنيا تبقى سلسة معاهم أكتر من كده لأنه زي ما حضرتك قلت هو الطالب قريدي مضغوط لأنه عنده امتحان المضطر يدخله ما عندهوش بديل تاني لما الأسرة بتضغط بتوتر أنت بتزودي حدة التوتر في البيت بمعنى إنه ما فيش حاجة خالص الدنيا لازم تبقى هادية قوي ما فيش تليفاجن ما فيش نزول ما فيش نت ما فيش أصحابك الدنيا بتبقى قفلة جمد قوي وبتحيق لها إنه هو لازم لأربعة وعشرين ساعي مش ممكن لما فر هل أنت خوشي على السوشل ميديا دكتور إيمان تلاقي لو هنتكلم على الأباء والأمهات هتلاقيهم بيصوتوا تقريبا على السوشل ميديا بشكل في شهرهم والأطفال من ناحية تاني يعني بيحاولوا يفرغوا الكتب اللي عندهم بعض الأحيان بتتفرق في عنف إنه تلاقيهم ماشيين بيحب بيدو في البيت خلاص هو زهر كل إنسان الفروق الفردية كمان الأم الزكية والأسرة ده دور كبير جدا عليها إنه دايما الأسرة تعمل مقارنات تقول له شفت أخوك كان بيقعد في الفترة دي زاكر 24 ساعة مش ممكن إحنا بحشت المقارنات غير يعني غير مجدية وغير عادلة بالتأكيد يا سارة لكنها غير مجدية لأن كل واحد ليه طاقة معينة إنه يشتغل بمعنى إنه ممكن إنتي تحصليه في ساعة أنا أحصله في ساعتين غير يحصله في نص ساعة يبقى خلينا نقول إنه إحنا بنفهمه إنه هو كده بيعمل تقييم لمرحلة مر بيها في الدراسة وخلينا برضو نديله جزء من حريته بمعنى إن أنا مقدرش أبدا أقول دي فترة امتحانات أو أقف كل الأكتفتز كلها نبقى مجندين للامتحان ده مش ممكن لأنه زي ما قلت لحضرتك فيه فروق فردية في الساعة فيه فروق فردية فيه طاقة المذاكرة نفسها هو دكتور إيمان إحنا عندنا فكرة غلطة عن الامتحانات أكيد أكيد الفكرة اللي عندنا إنه الامتحانات كنوا فهم تحول إلى درجات ولازم كلنا نبقى من الأوائل حتى لما ييجوا جنبك كده تقولي له عارف أنا وأنا في الفترة دي كنت بطلعي أقول على المدرسة ولذلك الولاد لما بتيجي بقى تقفش حاجة فينا أو قدام حد فيقول له يا أخي ده أنت ما كنتش بتيق المدى دي مثلا والده أو أخوك كبير أو صديقه يقول له كفايا كفايا الأولاد قادر لا كلنا لينا طاقة استيعابية كلنا حاسين أن الامتحان دي حاجة مهمة جدا بس زي ما قلت لك كل حاجة في حدودها بتبقى كويسة خصوصا إحنا دلوقتي في نص الامتحانات تعالي نحسبها بالتوتر قبل ما يدخله كانت الدنيا متوترة علي جدا من الطرفين من الأبناء ومن الأسر طيب دلوقتي الامتحانات ابتدت والدنيا اشتغلت نهدي شوية بسبب أنهم برضو ملوا من فترة الضخ لأنه ده حيخدنا القضية تانية أنا مش عايزة تطرق ليها بعمق ولكن هي واقعية عملية الحشو في المدرسة المدرسة مش بيفهم بقدر ماهو بيدي دوز أو جرعة كبيرة جدا الطالب لازم يستوعبها جامد جدا عشان يروح في الامتحان يفرق ده كله على الورق وياريتو بيفهم حاجة يا دكتور لأنه البوشن أو اللي حريك بتوليه اللي خدها دي كلها أنت طلباها منه تتكتب كتابة مش ممكن طيب المحصلة النهائية أنه فهم قد إيه أو أن أنا اختبرت قدراته العقلية أو أن أنا كمان الأسئلة مشكلة أنه المفروض ليها رولز ليها قواعد أنه هو يحط للطالب المتميز جزئية وللطالب العادي جزئية أو الدنيا تمشي لكن في بعض الامتحانات بتبقى بصورة تعجيزية أو بصورة سرد أنه هو المفروض يسرد كله يعني أنا حصل لي موقف غريب جدا من يومين كان عندي مادتي بامتحان الولادة فهم معتدين أسئلة في الريبورت وطالبا جامعيين أنها بتيجي بشكل معين لو أنا خرجت له جزئية من جوة السؤال اللي أنا ديته يقولك ده أنا ماخدتهوش إزاي يا ابني أنت ماخدتهوش ده هما ثلاث فصول وإنت عارف أنت واخد إيه لا هو مجاش بسيغة سيغة إيه يا ابني طالب جامعي عنده عشرين سنة أو من تسعتاشر لواحد وعشرين سنة إزاي تقولي أنت مرتبط بتيبة عقلية شيء محزر للغاية يعني أنا شديت عليهم ده بيرجع على تاريخ كبير جدا من تاريخ التلقين سبقيني التلقين مع ستريسز كمان الأسرة عملاها مع المجتمع كله أنه جي فترة امتحانات الدنيا كلها حتتقيم على الأربع خمس مواد اللي أنا دخلهم ده شيء غير عقلي على الإطلاق علشان كنا نحن طول الوقت بنحاول الفترة بنجني وراء بعدينا سندقيني نحن ما نحفظش بس للأسف الملاهج بودت طرنا في الآخر أنت لازم يعني أنا اللي حزنتله زي ما بقول لحضرتك لو اتكلمنا فيها للتعليم مقابلة الجامعي هو مجرد متلقي وبيلقن والمفروض منه اللي بيتلقن وده كله يخرج على الوراء لكن لما جيها على طالب جامعي ما عندهوش أي فكرة أنه إزاي يقدر يستنبت حاجة من حاجة أو إزاي أنه تفكيره حتى فين أنا ما تدرقتش لأي تفكير ابتكاري ده أنا بقول لك أنا ملقنة مادة ومجرد بستخرج لك حاجة من حاجة عشان تدي نسبة تميز للطالب اللي فاهم صحيح أنه مش مجرد أرى المذكرة وابتدى يحط اللي فيها أو زميله عمله تلقين في أنه صور له الإجابات فهو واخدها إذا ما جاتش تيبكال أنا ما قدرش أتصرف فيها طيب هل الأسرة مقدرة كده أنها المفروض أن الولاد في ما قبل التعليم الجامعي حتى لازم لازم أنه هو يبقى عنده جانب شوية أنه يشتغل ويقوله أنت فهمت إيه صحيح لكن خليلنا كده واحدة واحدة وبالراحة نفعل الناس ونديهم رشاتة ألف سلام عليك يا دكتور والله بجد جايبك كل برد ده معلش ألف سلام عليك نجيب لكوباية مايا مرسي أولا لازم يعني يحضروا برضو ميا عفوا أنا الجو قاطل الجو صعب والأطفال كلهم برضو تعبنين وعيانين جدا لو أدينا كده رشاتة صغيرة للأباء والأمهات وكمان مفيش منع مدي للأطفال كمان أو للأولاد في المدرسة يعني برحتك خالص دكتور برحتك يا دكتور برحتك يا دكتور لو حبينا نديهم رشاتة أنهما إزاي يقللوا من الضغط النفسي على أساسه يقدروا أن هما الأولاد ياخدوا مساحة فيها حرية فيها دعم يقدروا الأباء من خلال النصيحة أو رشدة الحريك هتقوليها دي إن هما يدفعوا الأطفال إن هما يبقوا رايحين حتى لانتحانوا هما خاليكي زي ما أنت طب نطلع فاصل تايم ترتاح الدكتور شوية ونرجع مرة تايمة رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين هراك سعيد وكنت بكلم مع الدكتور إنها تدينا رشادة أو ستبس لكل الأسر المصرية تحاول أنها تطبقها فبالتالي تدي دعم وبوش لأولاد ووقت الامتحانات وانت عارف حاليك برضو أن فترة الامتحانات اللي احنا موجودين فيها دي احنا دلوقتي مش بس بنهيئهم أن هما يذكروا لإحنا كمان ممكن عايزين نخرجهم من حالة نفسية يمكن يكون خرجين بها من امتحان معاين تمام شوفي أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يمكن أنا حطيت شوية من العب على الأسرة بمعنى أن الأسرة حاسة أنه في ضغط على الولاد على مختلف المراحل السنية محتاجين هنا أن الأسرة تكون متفاهمة شوية أن تدي مساحة من الحرية أنهم ينظموا وقتهم بمعنى أنها ما تضغطش قوي علشان زي ما قلتلك لما بتضغط قوي على أنه هو يعد طول الفطرة طويلة دي ذاكر أكيد مش هينجز فيها خصوصا كمان أننا في الجزء الثاني من الامتحانات يعني إحنا في منتصف الامتحانات فمرة أكيد بمواد عمل فيها كويس ومواد كانت محتاجة منه أنها يبذل فيها مجهود عالي جدا فخلينا نقول سبيله مساحة من الحرية أي أن كان سنه يعني بدءا حتى من المرحلة الابتدائية سبيله فطرة صغيرة ينظم فيها وقته قال لي شوية جاو التوتر المنزلي بمعنى أنه هو مش هنطلقها ونقول أن الدنيا تبقى سايبة كل اللي هو عايزه يعمله لكن اتفقي معاه أو اعملي اتفاقية تنظيم وقته أنه هو يشتغل في جزء والجزء الثاني هو ليه بعض الفصحة من الوقت أنه هو يمارس قوية بسيطة أو يبص على التلفزيون أو يشوف حاجة على النت لأنه بالشكل ده أنت بتديله الحافظ للاستمرارية أنت ما بتقعيش حبله بكل النشاطات اللي بيعملها لكن خليه خليله زي ما بنقول كده الحبل موصول أنه هو يشتغل بس ينظم وقته وكمان أنت في نفس الوقت تديه له حافظ أنه هو لما هيخلص الدنيا هتبقى كويسة بمعنى أن احنا كلنا محتاجين لحد يعني يقدر اللي احنا بنعمله ويقدر موقفنا في أن أنت بمجرد ما تخلص أنت حيبقى عندك هتقدر تخرج مع أصحابك أو أنا هعمل لك اللي أنت عايزه أو أنا هزود الأنشطة بتاعتنا في فترة الأجازة فأنت بالشكل ده بتديله ما نطلق عليه في علم النفس التعزيز الإيجابي حلو جدا يعني أنت بتعززي له فكرة أنه هو تعب وأنت مقدرة تعب اللي هو عمله ده وكمان حيبقى ليه مكافأة في النهاية بحيث أنت كده بتحفزيه أكتر أنه يبزي المجهود نمرة واحد نمرة اتنين أنت ما بتضغطيش عليه كمان هو مضغوط وأنت مضغوطة فأنت الفترة إن بين ده أنت بتديله فرصة أنه هو قد كده يلا إبزي المجهود ويشتغل وأنت عندك فرصة بعديها حنقدر نبقى براحتنا فيها وكمان فترتي دي أنا مش ضغطة عليك حلو جدا يا دكتور إيمان وأنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة ودورتينا وألف سلام عليك برسي خالص ربنا يخليك يمشورهم عامل شغل يا صار أه طبعا جدا كل الناس عينا أكيد يلا جود لك لكل أولادنا وكل أصحابنا وأصدقائنا اللي بيمروا بامتحانات دلوقتي وإن شاء الله دكتور إيمان تكون رشدة أو الكابسولة الصغارة كده اللي تتحالنا نحاول نطبقها نحن نشتغل شوية نرايح شوية ندي شوية دعم الأولاد وهم بيمتحنوا ده مهم قوي بشكركم عن متابعاتكم لينا في الفقرة دي كان معنا دكتور إيمان جمال الدين استشاري علم النفس في جامعة عين شمس هنروح لفاصل نستقبل ديف جديد في نهارك سعيد استنونا ترجمة نانسي قنقر